ديك ثبتها يا أحمد من الاشتراك في دور الأبطال أرقام كبيرة جداً حتى برشلونة وصل ل 96 مليون وعندك أنديك كثيرة جداً فوق المئة مليون عوائد كثيرة جداً جداً وعشان كده بنقول أدي السرعات في الدوريات الخامسة الكبرى بتكون قوية جداً للوصول لأحد مراكز التشاملينزليج على مستوى البرستيج أكيد ولكن على مستوى الإرادات كمان مهم جداً مهم جداً طبعاً برشلونة السنة دي ما خدش بطولات بس خد إرادات أكتر من السنة اللي فاتت اللي خد فيها بطولات لأن برشلونة السنة اللي فاتت خد الليجة الليجة مقابلها بيكون حوالي 20 مليون يورو والسوبر الأسباني 9 أو 10 مليون يورو وما دخلش الدور الثاني في دورة أبطال أوروبا حتى ولما دخل أوروبا ليجي الإرادات بتكون ضعيفة لأنه ما وصلش النص النهاية أحد فالسنة دي واخد 96 مليون غير إنه هو خد المركز الثاني في الليجة فبيضمن حوالي 10 أو 15 مليون يورو وبيضمن المشاركة السنة اللي جاي في السوبر بعشرة تانيين فلا السنة دي حتى لما بدأت الألقاب تروح من برشلونة لقب ورات تاني لأبورت قال أنا هدف في دورة تمانية دورة أبطال أوروبا ولو وصلنا نص النهاية خلاص ليه لأنه هو بيتكلم في فلوس لأن فيه في الصيف أو يعني المركات واللي بدأ بالفعل فيه مشكلة اقتصادية غير مسبوقة بقى يعني لو كانت السنة اللي فاتت واللي قبلها مشاكل فاللي جاي ده يعني الظلمات دائما بيتقال في برشلونة المشكلة كبيرة جداً اقتصادياً لأنه ما عادش فيه موارد أساسية اتباع صحيح عندك مشكلة قضائية كبيرة مع نايكي أهم الرعاب توعك عندك مشكلة مع البرودبي الرعي الألماني أو لبير أعتقد الرعي الألماني اللي لك عنده برشلونة عنده اللي فلوس لسه ما خداش لحد دلوقتي عندك قضية فساد كبيرة تخص لابورتا في الانتخابات عندك قضية نجريرة فلا غير أن انت مطالب بتقليص رواتب بشكل كبير للعيبة فيه لعيبة أقل لصة 170 و190 في المية من رواتبها فأنك تقول لهم تاني تقليص هتبقى مشكلة غير أنك عايز تجيب لعيبة غير أن انت عايز تجيب كانسيلو اللي هو المعار أو شوه فليكس فلا الخريطة الاقتصادية لأنه برشلونة كده يعني لابورتا عايز يرجع ماتيو ألماني تاني لمنصب الإدارة الرياضية فيعني مسألة العوائد بتاع الدارة بطول أوروبا تقولك أن النظام البطولة بشكل ما بيضمن لكل الأطراف اللي استفادة حتى لو طلع من الدور الأول مجرد أن أنا اشتركت بأخذ عوائد مادية بشكل ما مفترم وده اللي يمكن دفع شوية اللي ويفا أنها تغير شوية من نظام البطولة السنة اللي جاية نحن عارفين السنة جاي حبقى فيه 36 نادي هل أنت شايف ده كان وقتها هل ده الوقت المناسب هل هو للعوائد البس والتلفزيون كان ليه عامل كبير أنه هو الويفا يغير هذا النظام يعني هو أولا الفكرة السياسية تخص إزاحة السطار عن مشروع دور السوبرليج لأن مشروع دور السوبرليج قضائيا دلوقتي مسك حاجة كويسة في إيده يعني ما عادش واخد حكم محترم من محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكم الرياضي فما فيش مشكلة في إقامته فأنت الفكرة اللي باع بيها أن أنا هشوف مطشات كتيرة قوي بين الفرق الكبيرة فهو بدأ اليويفا يطبقها تدريجيا أنه أنا وسعت فكرة الأربع فرق زيادة وبدل ما الفريق بيلعب ست مطشات بيلعب ثمان مطشات دلوقتي التصنيف ممكن يحط لي مجموعة فيها تسعة التسعة دول بارشلونة وبيرني ميونيخ ومانشستر يونايتد أما حاجة ما يبقاش يتنين في الأول من نفس البلد بعد كده تلعب دور السستاشر نبدأ بقى نفس البطولة هي هي كان من الأهداف هي عملية طبعا عملية الدور السوبرليج دور السوبرليج أو يعني فكرة أنه شخصات كبيرة بين عمالقة القرى فتزود عوائد البس تزود الإرادات فأنا شايف كده لكن بصراحة شايف اللعيبة يعني خلاص هتتضم خلاص لا يعني انت بتتكلم كمان كاس العالم الأندية عالفين خمسة وعشرين بنظام تاني هيبقى في الصيف اللعبة دية هتلعب كاس عالم تقريبا تلعب كاس عالم كأنه كاس عالم للمنتخبات سهرة بالزبط بعد كده بتروح تلعب شامبيونز ليج بالإرهاق ده غير البطولات اللي مع منتخبات بلادهم غير البطولات بتاعة السوبر اللي بتتلعب بره البلد دايما يعني كبار أوروبا كلهم بلعبوا السوبر دلوقتي بره بره معادة انجلترا شاية انجلترا اللي هي فيها سبع بطولات أصلا وجدولها كده كل تلتة أيام في العادي فأنا شايف لا يعني مش آدمي حتى لعبة كتيرة زي جريزمان اتكلمت على النظام جريزمان وليفيجي رو وبيلينج هام في وقت من الأوقات قبل ما يجي ريال مدريد دلوقتي طبعا هو عايز يلعب كل البطولات اللي في الدنيا وبرحته طب عايز قبل ما نخلص يعني حلقتنا عايز أخد رأيك كمان خلاص امبابي مضى عقد مع ريال مدريد شكل ريال مدريد إزاي الخط اللي جومي الموسم القادم فينيسيوس هيخش كراس حربة هيكون الشكل عامل إزاي وهل هيكون كليان امبابي طبعا كده على المستقل الفني إضافة لكن هيكون فيه دوشة معها بقى النجم الأوحد هيرجع تاني زمن كريستانو رونالدو للريال يعني هو طالما انشلوتتي موجود أعتقد المشاكل هتبقى ملمومة بعد انشلوتتي لا ممكن المشكلة دي فعلا تتفجر لأن انت بتتكلم انه غالب أنا اللي جاي تشابي ألونسو مدرب عايز أساسا يزبط نفسه على الصعاد القري فهيبقى جايب بإيجو عالي بطموحات جامدة بطاقة ممكن تخبط هنا الخط تحصل هنا وده بيفكرنا بجيلي الجالاكتيكوس كان بيبقى ماشي برضو باللعيبة الجامدة بتاعته رقول موريانتس سولاري جوتي اللعيبة اللي هي جامدة بس مش مش أقوى الناس في أوروبا رقول بس اللي ممكن ساعتها كان نجم كبير قوي لكن أول لما قام فاتح زيدان في جو بيك هام أوين ما معادش بيلعب كورة معارف يلعب كورة بالشكل اللي هو كان واخد بيت نين شامبيونزليج قبله واضطر كل السنين دي انتظرها لحد ما ييجي مدرب زي انشلوتتي لم الدنيا فلما انشلوتتي أنا ما اعتقدش المشكلة السنة الجاة اعتقد السنة الجاة ده من أقوى مواسم ريال مادريد في التاريخ وهنشوف كورة ما حصلتش لو في ضحية لريال مبابيها يكون رودريجو يعني يكون رودريجو رودريجو سمعنا انه كان في بعض العروض انه هو عايز المان سيتي لكن اعتقد برضو هو حابب يكون موجود حابب يكون موجود بس يعني مشاركتها تبقى الليلة اللي هو وصل له دلوقتي رودريجو انت ما ينفعش تعد طبيعي وفي لعيبة كمان زي إبراهيم دياز العابة دي عايزة ترقف مسارتها يعني ممكن اقر دا جوليري اللي استنى الانتظار دا وينصهر ويبقى لعيب جامد قوي ويتضحى بيه في اول موسم بس بعدين يعلى في الفورمة دي لكن فينيسيو سيمبابي بيلينجهام التلاتة دول بالذات ربنا قصدو بارشلونو اه ربنا قصدو بارشلونو اه ربنا قصدو احمد دايما بتنورنا بسعادنا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا متواصل لحضراتكم ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة شو